مدينة الكرك تضم معالم ومحطات تاريخية ودينية مهمة وتسخر بالعديد من المقامات الدينية التي من أبرزها مقام النبي سليمان وعلى الرغم من أهمية هذا المقام فإن عدم إدراجه حتى اليوم على خريطة السياحة الدينية للمملكة جعله خاليا من الزوار كاميرا رؤية رصدت حال المقام وعدت بتقرير التالي إلى قرية صرفة شمال محافظة الكرك توجهنا هنا يقع مقام النبي سليمان عليه السلام مقام يبلغ عن مشاهد غابرة عبر مئات السنين مشاهد تحكي عظم ما أقدم عليه النبي الله سليمان وتحكي أيضا كيف يحتضن الأردن رسائل خالدة على أرضه التي كانت مقاما للأنبياء إلا أن المقام اليوم ترك وحيدا هكذا وسط هذه الجبال وبلا أي زوار أو سياح نتيجة عدم إدراجه على خارطة السياحة الدينية الأردنية وانهيار الطريق الوحيد المؤدي له منذ سنوات هذا المقام حظي برعاية هاشمية من حضرة صاحب الجلالة الهاشمية ومن لجنة الملكية وبتوجهات من معالي وزير الأوقاف برعاية حثيثة حيث بلغ إجمال ما أنفق على هذا المقام 85 ألف دينار لغاية هذا التاريخ وهذا المقام وإن كان لا يحظى حاليا بسياحة دينية كثيرة إلا أننا نعمل جاهدين في وزارة الأوقاف وتوجيهات من معالي وزير الأوقاف على تفعيل السياحة الدينية وإدراجه على خارطة السياحة الدينية بإذن الله سيدنا سليمان أقام في هذه المنطقة فترة من الزمن ومن المعروف أن الفترة التي أقام فيها سيدنا سليمان هي من 989 قبل الميلاد إلى 931 قبل الميلاد حقيقة لا يوجد أي زوار إلى هذا المقام خلال الفترات الماضية بالرغم من أهمية المقام ومكانته ذات الأهمية تاريخيا نعمل أن يوضع هذا المقام على خارطة الأردن السياحية وعلى خارطة الأردن السياحية الدينية حتى يعطى الأهمية الكبرى ونعمل أن يكون هناك اهتمام في الطريق المؤدية إلى هذا المقام تضم الكرك بحسب وزارة الأوقاف مواقع دينية كثيرة حال معظمها كحال مقام النبي سليمان التي غدت جلها بلا زوار نتيجة عدم إدراجها على خارطة السياحة الدينية من قبل وزارة الأوقاف والأمل يحد الجميع بالاهتمام بالمواقع الدينية في الكرك وإدراجها على مسار الأفواج القادمة للسياحة الدينية من أجل إثراء التنوع في برامج السياحة الداخلية والخارجية وما يترتب على ذلك من فوائد ومنافع اقتصادية كبيرة للبلاد محمد كفاوين رؤيا اشتركوا في القناة